بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أيها الإخوة ومع موعظتي ما بعد صلاة العشاء إن لم تكن في زيادة فأنت في نقصان وربي عز وجل قد قال لنبيه المصطفى العديد وقل رب زدني علما وإن ربي عز وجل دائما يتكلم عن الهدى والهداية وهي بيد ربي عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء وقد تلون آنفا قول الحق سبحانه وتعالى من سورة الأنعام ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إن مما سمعت منذ أيام من الشيخ أبي إسحاق الحويني وكان يتكلم عن شخصين قد تكلم معه بقصة عجيبة أنقلها لكم وعلى كل مسلم أيها الإخوة أن يستفيد من أهل العلم ومن أهل الفضل وأنا رغم أني في بعض الأحيان أكون مشغولا إلا أني عندما أسمع وعندما أرى مقطعا لأحد أهل العلم أخذه فأستفيد منه فائدة لعلها تنفعني وإياكم وتنفع أهلنا وأحبابنا في حياتنا وبعد مماتنا أسأل الله ذلك يتكلم الشيخ عن أن اثنين دخلا أحد المشافي فرأيا رجلا ومعه أمه فأجلس أمه على كرسي كان في تلك المشفى ثم مضى ليأخذ بعض الأغراض وتركها يقول الشخصان الذان يتكلمان مع الشيخ أن هذه المرأة أصبحت تنازع وأصبحت تخرج الروح لبارئها فاقتربا منها وقال لها قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالت المرأة بصوت واضح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم قالتها مرة أخرى وخرجت على هذه الشهادة نسأل الله لأنفسنا ولأحبابنا مثل هذه الشهادة إن شاء الله عند حسن الختام يا رب العالمين أيها الإخوة قال فرحا أنها خرجت روحها على هذه الشهادة وانتظرا ولدها فلما قدم قالا له نبشرك بأن أمك قد نطقت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا بكم يا سادة اسمعوا ماذا قال له ما لا جزيتم خيرا لا جزيتم خيرا قال ويحك مبشرك بأن أمك قد خرجت روحها على شهادة التوحيد والإيمان وأنت تقول مثل هذا الكلام قال لا جزيتم خيرا نحن من الأقباط نحن من النصارى ولا دعوى لنا بهذه الشهادة أيها الإخوة انظروا إلى امرأة قد جاد ربي عليها وتفضل بأن خرجت روحها على شهادة التوحيد وكم مسلمين اليوم نسمع أنه مات على غير الإيمان مات في أماكن الحرام وفي أماكن اللغو وفي أماكن الفسق والضلال نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام اللهم نسألك أن تهدينا وأن تهدي أولادنا وأن تهدي بناتنا ونساءنا وأن تهدي أمة محمد أجمعين اللهم يا رب العالمين قوي إيماننا اللهم استعملنا صالحين صل على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين